منذ أربع ساعات بتعرض مدينة الكرم وخصوصا مخير من الشمس للإشتياح من قبل قوات الاحتلال يكمل عداد ضخمة من جنود الاحتلال وقالية الاحتلال قبل قليل قامت طائرة مسيرة بالقصف لمجموعة من المدنيين إلى حد الآن الصورة غير واضحة لم تصلنا أي إصابة الحديث تدور عن عدد من الشهداء والإصابات يعني إلى حد الآن الحديث من المواطنين قاموا بالاتصال بوصوش متابت ثابت ننتظر وصول الإصابات قوات الاحتلال تمنع سيارات الإصاب من تقديم الإصاب والوصول للمصابين وقال احتجاز عدد من سيارات الإصاب الآن نتأمل أنه يتم التنصيق وتصل الإصابات ونقدمهم الألاج اللازم